أهلاً أحبائنا مشاهدينا على ماذا تبني حياتك طبعاً يعني حدث سبتمبر 11 أو 11 سبتمبر أكيد كان يعني تغيير تاريخياً في كل العالم وفي كل المطارات إلى آخره ولكن لم ينقطع هذا الشيء ما زلنا أحبائي نواجه كل أنواع التحديات كل أنواع الديقات وفعلاً كأنه قيمة الإنسان رخصت في أعين الكاثرين ها نحن طبعاً نعيش في الشرق الأوسط المليء بالعنف والمليء بالكراهية والعداء والأصعب أحبائي طبعاً الحرب الدائرة في غزة الآلاف التي قتلت أنا بتكلم عن الأطفال والنساء والناس المحرومة من لقمة لقمة الخبز وكل الأغلبية الصاحقة هدمت بيوتها وطبعاً عشان نكون منصفين وفي نفس الوقت في الحياة تعطلت أنا أجيت بس من فترة قصيرة كانوا بيدربوا السواريخ من منطقة جنوب لبنان على إسرائيل وحدة من الاجتماعات أنا كنت داخل كنيسة وحدة من الإعلانات ممكن تستغرب لها إنه إذا سمعت صوت الزمور خلينا ننزل حتى نختبئ في الملجأ اللي هو تحت الكنيسة وهكذا أحبائي صفك الدماء والعنف في كل مكان سواء في إسرائيل في فلسطين سواء في دولنا العربية والسؤال يعني إذا الإنسان بموت أين مصير الإنسان وعلى ماذا تبني حياتك وإحنا يمكن شاهدنا الآيات اللي كانت في الفاصل ولكن اسمحوا لي أقرأ بعض الآيات من بشارة متة في الإنجيل المقدس وهذه العزة عزة وتعليم يسوع المسيح على الجبل عند بحيرة طبرية وطبعا رح أبتدي بالقراءة من بشارة متة الإصحاح السابع ورح أبتدي من آية 21 ليس كل من يقول لي يا رب يا رب يدخل ملكوت السماوات بل الذي يفعل إرادة أبي الذي في السماوات كثيرون سيقولون لي في ذلك اليوم يا رب يا رب هنا على فكرة يعني واضح تتكلم عن لهوت يسوع المسيح كثيرون سيقولون لي في ذلك اليوم يا رب يا رب أليس باسمك تنبأنا وباسمك أخرجنا شياطين وباسمك صنعنا قوات كثيرة فحينئذ أصرح لهم إني لم أعرفكم قط اذهبوا عني يا فاعلي الإثم وهنا أيضا نرى المسيح الحاكم الديان ثم حبائبي يختم هذه العزة العزة المسيح على الجبل قائلا في آية 24 فكل من يسمع أقوال هذه ويعمل بها أشبهه برجل عاقل بنى بيته على الصخر فنزل المطر وجاءت الأنهار وهبت الرياح ووقعت على ذلك البيت فلم يسقط لأنه كان مؤسسا على الصخر وكل من يسمع أقوال هذه ولا يعمل بها يشبهه برجل جاهل بنى بيته على الرمل فنزل المطر وجاءت الأنهار وهبت الرياح وصدمت ذلك البيت فسقط وكان سقوطه عظيما يبارك لنا الرب كلمات على ما سمعنا في هذا الوقت ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر